تنزعج أسماعنا وأمزيتنا بهذا الرجل الذي يومياً في كل صباح لا يُحسن إلا سبّ الرب والدين لا إله الله ننزعج نحن أطفال نقول ما هذا؟ ما هذا؟ نكره أن ننظر إليه، نكره أن نرى وجعه هذا الرجل حين توفي بين بيته، أنا عارب بيته، تماماً يعني وبين المقبرة، ما فيش تقريباً مئة متر، أقل بصراحة بس يعني ماكسوم مئة متر، أخذنا نقول قال لك تغسيله كان صعباً جداً ما بريم معهم ولا بتقلب أتعبهم جداً المشكلة حين أخرجوا الجنازة عند عتبة لا أنا جنازة ولا أتحرك كيف يتم الترانزيشن هذا؟ الإنتقال، من الدنيا إلى الأفتر لايف لا يتم على نحو واحد مع كل الناس لا، أحياناً يكون هذا أي الترانزيشن أو الإنتقال سموث، سلس، جميل، كام، هادئ، مبهج وأحياناً يكون عكس ذلك، والحمد لله، في معظم الحالات يكون على نحو الأول، وهذا من رحمة الله، لا إله إلا أول وفي حالات أقل بكثير، يكون صعباً جداً لا إله إلا الله ستقول لي، يعتمد على شيء نعم، بحسب الظاهر ما الذي يحدث؟ في آخر لحظات، أو في آخر ساعات، وربما أيام أيضاً المحتضر يبدأ في التخلي يبدأ يتخلى أنه خلاص، لم أعد مرتبطاً بالدنيا حتى زوجتك؟ حتى زوجتي، حتى أولادي، وحتى بيتي، وحتى حيواناتي الأليفة، وحتى علمي، وشهاداتي، وأملاكي، ورسالاتي، وعلاقاتي، كل شيء دعوة، لا أبدأ، لا أبدأ، عافية، ستقول لي، على فكرة هذه الحقيقة؟ نحنا مزاكين، نعيش في الدنيا ولمشبتين، ونقطع أرحمنا، ونفقد صداقاتنا، ونعمل عدوات، كله عشان دنيا، وشوية فلوس، وشوية مواقف، وقلت لي، وقلت له وأنا، وكرامتي، وعزة نفسي، وكلام الفنخر إذا بدك تغادر بطريقة جميلة ومحترمة، تجعل ذلك الإنسان الجميل، السهل، الهيّن، الليّن، اللي لا بيعاقب ولا بحاسب ولا بيعاتب كله الله يسامح الله يسامح حياتك تكون ما شاء الله وموتك تكون أجمل من حياتك فقال لك إذا بتعمل هذا حتى عن الهوب عن الأمل ما عندي أمل وما بديه ما بديه البقاء في الدنيا إذا تخلى تكون آخر مرحلة في التخلي التخلي عن أناك تعمل تخلي عن الأنا كمان اللي يتميزك عن عن الآخرين أنا حدودي تتخلى ما في مشكلة قل لك يكون انتقالك يعني بليزين وسهلة بطريقة سلسة سموت يعني بصير من أجمل ما يكون العكس صحيح إذا عندك تعلق ارتباط بس بيتي بيتي اللي اشتريته الجميل أو زوجتي أو ابني شهادتي علمي رسالتي في الحياة أي شيء أي شيء بمقدار ما عندك ارتباط يكون ارتحالك صعبا جدا ومابت بسلسة لا إله إلا الله ستقول لي إذن هذه رسالة إنا لله وإنا إليه لأول مرة سنفهمها من الزاوية هذه إذا كنت أنا بنفسي كلي لأ الله أنا ما بأملك نفسي في واحد تاني بأملك لي لا إله إلا هو أنا ما بأملك حالي هو بملكني أنا إله فهل أنا إلي بإذاعه هو اللي أنا إله أي حاجة ما إلي حاجة أنا ما إلي حاجة انتهي خلاص ستخلى ستخلى عن كل شيء طلع فعلا هو مش إلي كل شيء عارية ومستردة النبي قال حتى أولادك ليس إليك أنت خلقتهم لا حتى ذكائك وشخصيتك أنت خلقت شخصيتك أنت أعطيت نفسك هذا الطول وهذا العرض وهذا اللون وهذا الجمال وهذا الذكاء ولا أعطيت حالك حاجة هو اللي خلقك وأبدعك وأعطاك وخولك وملكك كل شيء أعطاك إليه إلا وأعطاك حياتك وأنفاسك المعدودة كل شيء إله فأنت لازم تعيش على فكرة اللي بعيش بالمنطق هذا اللي بعيش بالمنطق هذا التخلى عنده الموت بكون عنده تلقائي أتوه ما تكلي بصير لحال ولا لحال يعني ما في أي ولا بتعوق لحظة لأنني مش مش شبت بأي شيء بركبه ما بيهمني الدنيا ما بيهمني أي شيء أجمل ما في الدنيا أهلي وأولادي وأحبابي وحلتقيهم قريبا والحمد لله المؤمن عنده العقيدة أنه بمجرد أن يموت الزمان يتوقف فلو مات اليوم ولحقوا أولاده بعد خمسين سنة هم كل حقوق في نفس اللحظة ليس سيكون في أي انتظار غالي لا تخاف لا تخاف لا تخاف يموت اليوم ولحقك حفيدك بعد ستين سنة كأنه لحقك في نفس الساعة بإذن الله لا تخاف الحمد لله فقال الله لا أقول شيء أنا تركت كل شيء أنا كنت فعلا موظف فيه ومؤتمن عليه وأعير لي عارية هذا الله عارني إياه وأنفقه مما جعلكم مستخلفين فيه تبا استخلف بس دخلت اختبار الآن سنرى النتيجة تحت اختبار تبعك كيف اشتغلت فيما فيما خولت وملكت واستخلفت فيه محل الدين فعلا علم الموت اليوم بأكد نفس الحقيقة التاناتولوجي جالكو هذا لازم تعمل لازم ممنوع تبقى حتى متعلقا بأناك الإيجو تبعك ما بدي الإيجو كمان يلا لا إله إلا الله الإيجو عدود الذات لا حتى هذا تخلى عنه فتنتقل بسهولة وراحة وسعادة وعلى قدر ما يكون فيه ارتباط وتعلق النقلة تكون صعبة قبل أيام كنت أحدث بعض أحبابي جلسين معي بقولهم إن أنسى لا أنسى رجلا كنا كلما ذهبنا إلى المدرسة الابتدائية كنا في الابتدائية سبحان الله يعني تنزعج أسماعنا وأمزيتنا بهذا الرجل الذي يوميا في كل صباح نمر عليه في محل عمله وكان ممولا رجلا ثريا جدا 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 لا يحسن إلا سب الرب والدين لا إله ننزعج نحن أطفال نقول ما هذا ما هذا نكره أن ننظر إليه نكره أن نرى وجهه هذا الرجل حين توفي بين بيته أنا أعرف بيته تماما يعني وبين المقبرة ما فيش تقريبا مئة متر أقل بصراحة بس يعني ماكسوم مئة متر أخذينا نقول على ما أذكر يعني أنا أعرف وين المقبرة والبيض كل الذين ذهبوا قال لك تغسيله كان صعبا جدا ما بريم معهم ولا بتقلب أتعبهم جدا المشكلة حين أخرجوا الجنازة عند عتبة الكذا لا أنا جنازة ولا بتحرك أصبحت كأنه وزنها ألفين كيلو ولقى الدنيا تحركوها يجب ما عايش فيك لك وقفة حرك ما فيش نصف ساعة تركوها ثم بصعوبة حملوها وحركوها أنا ما كنتش بس كل اللي كانوا غادل بالعشرات طبعا كلهم طابقت روايتهم تطابقت روايتهم قال لك برضو من عتبة الدار للمقبرة اللي هي مئة متر أخذ مني زهاء برضو إيه نصف ساعة مش راضي يمشي وين يمشي قاضية حياتك الله معطيك الملايين ومعطيك صحة كان عنده صح وكذا وربك دينك دينك ربك عشت متكافر عمرك ما ركعت الله ركعة تفضل يلا يلا وطبعا هذا كان عنده لما جاءوا الموت عنده كل الارتباط والتشبث بالدنيا الدنيا هي كل شيء له ستخرج منها رغما عنك أنت لم تأتيها باختيارك ولن تخرج منها باختيارك وعلى فكرة ما كانش عمر كثيرا يعني أنا أذكر ربما يعني حتى ما بلغي سبعين من عمري في صحتي قبل سبعين مات هذا عشناه وعاشه المعسكر وعاشه الناس وفضيحة كانت الله يستر عليه الناس وعلى المسلمين ما شيء رهيب الذي يصير هذا هذا يؤكد أيضا هذه النقطة في العلم الذي ذكرناها العلم الموت